كمان تدخلات كيروش يمكن عايز اقف عند كيروش هو مدرب قد يكون ليه فلسفته اللي تختلف او تتطفق معاها في اللاين اوب اللي بيبدأ مع المباريات يعني اللاعب تبقى واقف عنده مش ده الافضل انه يبدأ توظيف محمد شريف لما كان بيبدأ بيه كجناح ولكن في النهاية هو مدرب تلاحظ دايما ان تدخلاته على مستوى التغييرات يتدخلات مؤسرة جدا شفت كتير جدا من التويتات حتى النهاردة الاعلاميين عرب بيتكلموا عن قد ايه كيروش مدرب كل ما بيغير كل ما بيفرق شكل المنتخب المصري في الملعب ودي من سمات المدربين الكبار ودي على فكرة الملقوزة اللي تحسب ليه بشكل كبير كمان عايز اقول ان النهاردة افشة وشريف ورفعة كان ليهم تأثير كبير جدا في شخصية الفريق واستحوازه داخل الملعب ده غير لاعب زي فتوح طبعا كان مجوده جيد وكمان السلية عايز اقف عند السلية بياخد رجل المباراة لتاني مباراة من اربع مباريات رقم مهم جدا ودي السلية وهو بيستلم الجايزة وانا دايما بقول في الفترة دي ان السلية بيعيش افضل حالاته الفنية وافضل لحظات مشواره الكروي لان السلية فعلا نضج على مستوى القرارات نضج على مستوى الشخصية بقى لعب فارق جدا ما فيه شبه كتير داخل القرى لعب يقدر يتحكم في اقاع المباراة وتدوير مصاري الهجمة ودي من شخصيات اللعب المهم جدا تقدر تشوفه بتمريراته الحسمة الصورة دي لسه هنقف عندها دي لقطة تانية احنا بنتكلم حاليا لسه في المباراة تقدر تشوف حاجات كتير جدا للسلية منها الشخصية ومنها التأثير كمان حابب اقف عند حاجة مختلفة البعض بيتكلم ان منتخب مصر بالصف الاول الا بعد اللعابين المحترفين تعالى لما نشوف انت بيغيب عنك صلاح بيغيب عنك مرموش بيغيب عنك مصطفى محمد بيغيب عنك انني لعيبة مؤسرين حوالي خمس لعبين محترفين بيغيبوا عن المنتخب كمان برامجز منه رمضان صبحي وابراهيم عادل وعبدالله السعيد حوالي تمانية النهاردة ما عندكش حجازي وما عندكش ايمن اشرف وكان نتيجة الغيابات واكرم توفيق بتتكلم في حوالي حداشر اللاعب اعتقد منتخب كامل غايب فلا مصر عندها صف تاني وصف اول ولكن كل الشكر لكل اللاعبين اللي بيقدوا بشكل جاي